تبي السيارة بأداء قوي وتوقف معاك في كل مشاويرك ومواصفات رهيبة جيتور تي تو 2024 الجديدة كليا هذه فئة الكمفورت هذا ريموت السيارة فيه انظامة تشغيل عن بعد ما شاء الله وفيه انظامة دخول الذكي وبرجكتر للشعار جيتور السيارة جاي بحجم 2000 سي سي تيربو تعطي قوة 251 حصان والعزم 390 نيوتن ناقل حركة اوتوماتيك بنظامة دفع الرباعي وليتر البنزيني مشيك 14.8 يعتبر ممتاز بلس بخاصية الـ XWD اعطونا رأيكم فلون السيارة الشمعات الامامية LED فيها الليد النهاري الشبك وعلامة الجيتور والكاميرا الامامية من اصل اربع كاميرات تعطيك رؤية 360 درجة الكاميرا الخلفية تعطيك رؤية 540 درجة وكل شي بيكون واضح معنا في الشاشة بحجم 15.6 إنج هذه جانبية السيارة الجند مقصة 11 هذا شكل الجند الاشارات في مرايات الجانبية والكاميرات الجانبية وفيها انظام صفت المرايات المقابض بنفس لون السيارة وفيها انظام الدخول الذكي وفيها حامل للعفش وهذه خلفية السيارة استطباط خلفية LED فيها لمبة الضباب الحساسات الخلفية والكاميرا الخلفية وبضغط الزر تفتح معك الشنط الخلفية شوف ما شاء الله مساحة التخزين في الخلف حامل للأكواب وتقدرنا كمان تحط حمولة ثلاث كيلو شوف مساحة التخزين منفذ 12 فولت وإضاءة في السكف LED وبكل سهولة في الإغلاق وهذه مساحة الجلوس في المقاعد الخلفية للسيارة فيها الإضاءة المحيطية شوف ما شاء الله تصميم الباب كذلك حامل للأكواب التكايف النص وحامل للأكواب التكايف الخلفي منفذ Type-C ومنفذ USB ومساحة التخزين المقاعد الجلد جاي باللون الأسود والتحكم كهربائي السنترلوك والتحكم في النوافذ كهربائي نظام تأمين نوافذ فيها إضاءة في الأسفل وهذا دروكسون السيارة في الجهة اليمين تحكم في الأوامر الصوتية وفي الجهة السارة تحكم في مثبت السرعة فيها تبديل خلف الدروكسون هذا الزايد هذا الناقص هذا الشاشة طبلون ما شاء الله تشغيل بصمة هذه الشاشة وفيها البريك الكهربائي هذا شكل ناقل حركة فيها شاحل لاسلكي تشوف الكاميرات الخلفية وتقدر أنه كمان تأخذ زاوية أكبر للزاوية الخلفية والأمامية للسيارة وبضغط زر تفتح الكاميرات الخلفية أو نظام 3D نشوف الدقة ما شاء الله وهنا التحكم في بضعيات القيادة نشوف الجرافيكس ما شاء الله هذه كلها وضعيات القيادة طين صخور الاقتصادية الشاشة ما شاء الله تعطيك وضعية السيارة إذا فتحت الباب حيبين معك شوف ما شاء الله كذلك فيها نظام الأبل كار بلاي وتقدر أنك تتحكم في إعدادات السيارة وفيها خاصية التبريد للقيادة خارج الطريق كذلك الرادار عبر المياه مثل ما ذكرنا شاحن لاسلكي فيها منفذين USB في الجهل يسار ومنفذ Type-C ومنفذ USB في الجهل يمين التكايف النص حامل للأكواب أو مساحة تخزين وفي السكف إضاءات LED وهذه الشمسية وفيها إضاءة شوفوا ما شاء الله تصميم الداخل للسيارة أعطونا رأيكم في السيارة ترجمة نانسي قنقر